والحمد لله تفوقت في تخصصي وكنت الأول على الدفعة والآن أتفاجأ بتوقيف منحتي والتنزيل الراتبي فأشكر وزارة التعليم العالي على هذه المكافأة المكافأة التي يتحدث عنها هذا الطالب المبتعث للدراسة في الأردن تقضي أن لا يستلم منحته المالية للشهر الثالث على التوالي وقد حاول أن يتحدث مباشرة إلى وزارة التعليم العالي وإن بصيغة فيها عتب إلى جوار العشرات من زملائه الذين أوقفت حقوقهم المالية وإن كان الطلاب قد التمسوا الأعذار لوزارة التعليم العالي لما تمر به البلاد لكن الوزارة بدلا عن ذلك لم تلتمس له موجودهم في البلدان البعيدة حيث لا يعرفون أحدا ولا يعرفهم غير من يطالبهم بتغطية نفقات الإقامة والتعليم ولا تقتصر معاناة الطلاب المتواجدين في الأردن بل تذهب إلى معظم الدول التي يتواجد فيها دارسون ففي باكستان نظم الطلاب احتجاجات ووجهوا رسائل أبدوا فيها استنكارهم من إيقاف حقوق ما يزيد على 48 طالب مبتعثا ووفقا لبيان أصدره اتحاد الطلاب هناك فإن إيقاف المستحقات إجراء غير قانوني ولا يخدم الطالب الذي يعاني الغربة والفاقة ومع ذلك يحلم باليوم الذي يخدم فيه وطنه أحيلاك يمنين شكرا